الاخوان عاوزين يقنعوك ان مصر قفل المعبر الى مؤخذة هو اهلنا في فلسطين بيأكلوا منين وبيشربوا منين وبيتعالجوا منين ما تقول لي يعني انا عايز هذا يعني الانساء الكائن المخلوق لانه مخلوق من مخلوقات الله يقول لي كده غزة مسنودة ازاي انا مش بيقول لك غزة حية وعيشة مسنودة ازاي دي مسنودة بمصر ومسنودة بالمساعدات المصري ومسنودة بالمعبر المصري رفح قل لي مين تاني يقولولي كده مين تاني مين اللي بيدخل مساعدات بقى ودخل قد ايه سيبك من بكام المصري مش بتاع بكام ما تقول لي اطلع كده قل لي مين اللي بيوصل الحاجة لغزة طب ووصل قد ايه وبيوصلها منين لما معبر رفح مقفولي يا اخي قل لي بتوصل ازاي بص يا حبيبي لا انت مش حبيبي انا بتكلم المشاهد العربية دي رايحة فين يا حبيبي تعالي يا حبيبي قل لي كده العربية دي رايحة فين بتتمشى عالطريق حابين يروحوا يقضوا شتاء جميل في رفح يعني انت عايز تقول لي ان العربية دي رايحة علشان تقف في الطل الولاد اللي داخل الوقود بالمناسبة عشان اللي بيقولك اين الوقود اللذيته اهو يا حبيبي ادي التانك بتاع الوقود ادي شاحنة واثنين وثلاثة واربعة ماشيين علشان ينقلوا هذا الوقود الى قطاع غزة لأهالينا تاني دول مش الاشقاء دول مش الاصدقاء اهو ده جوه اللي انت شايفه ده جوه يا نهر ابيض الصهينة ضربوا الطريق صلحنا ضربوا الطريق هناك في فلسطين صلحنا عشان اخلي الشاحنات توصل وخلي الوقود يوصل وخلي المساعدات الانسانية توصل وخلي المهمات الطبية والصحية توصل وعلشان اعرف اجيب بالعربيات بتاعتي المصابين والجرحة عشان اعرف اعالجهم هنا انا عايز اعرف ايه اللي في الزهن حقيقي بجد يدعو ان واحد بس يصدق كلام شوية عيال سفيها وتفهم ما شفناش حاجة بتصدقهم على خلفية الايه يعني ايه اللي قالوهولك قبل كده صح طب وعملولك ايه جيد علشان تصدق هتجد قولي يوسف مش كنانا بنصدق هقولك صح بس ده لعبة في الدماء وانا شغلتي ان انا اقولك الحق واقولك الحقيقة وشغلتي انه انا وزميلي نروح نشوف زي مبارح كده احنا ما كناش بس رايحين لاجل الدعم الادبي والمعنوي والنفسي الاهلين اللي موجودين هناك في المستشفى بل ايضا علشان نشوف بنفسنا اللي بيجرى في رفح ليس كان بسبب او بدفع التشكك اطلاقا لكن بدفع اليقين والالهام ان انا بقى شايف وعارف ان دايما اقولك ايه ليس من سمعك من رأى تعارف يعني ايه بلد في ظل ازمتين اقتصاديتين متتاليتين كاسحتين ماحقتين ما بين الكورونا وصولا او بداية من الكورونا وصولا الى الحرب الروسية الاوكرانية لا ده مرورا الى الحرب الروسية الاوكرانية ووصولا الى الحرب اللي دايرة دلوقتي في غزة والاشتباك الدائم اللي موجود في السوداء وعدم الاستقرار الدائم اللي موجود للأسف في ليبيا انت عارف يعني ايه دولة محاطة بكل ده ومعرضة لهذه او لنواتج هذه الازمات الاقتصادية العالمية وبرضو بتشتغل وبرضو بتساعد لا برضو بتساعد مين ده هي اللي بتساعد مش برضو يعني مش برضو ومعها الرفقة ده هي اللي بتساعد ده تعيش مصر وتعيش مليون مليون مرة ويعيش كل مصري تعيش تعيش لانه كل ده من حضراتكم مش حضراتكم اللي بتقوموا بالتطوع يعني الولاد والبنات اللي موجودين هناك دول اللي سايبين كل حياتهم وقاعدين على المعبر بقى لهم تسعة وتلاتين يوم اه لا مش الستة وعشرين بس ده الولاد دول بدأوا يتحركوا من بدري علشان في جزء قاعد في المحافظات وفي المدن الكبرى قاعد بيتلقى التبرعات وبيجمعوا الحاجة على طول على طول التسعة وتلاتين يوم كانوا بيشتغلوا بتحياة كريمة وبتوقعوا التحالف الوطني وقاديم بيشتغلوا وبيلموا الحاجات وبيعدوا وبيشتروا وبيتلقوا التبرعات الاخ 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 والحاجات العينية وهكذا وفي مجموعة تانية موجودة هناك على المعبر فرفح علشان تبدأ تستنى الشاحنات وتبدأ تنظم لان الحاجات دي بتيجي متحملة يبدأ بقى ينزلها تاني ويبدأ يقسم ويبدأ يشوف ايه اللي هيخش وإيه اللي يخش شكله الطبي وإيه اللي بيخش غزائي والمية بتخش ازاي حدوتة دي ملحمة يجب انطروة بعد ان تنتهي هذه المأساة ملحمة الولاد والبنات الشبان دول اللي يطمنوك ان مصر فعلا بخير ولاد وبنات سايبين كل حياتهم لأجل انقاذ حيوات تفلسطين ولاد وبنات سايبين كل دنيتهم عشان ينقذوا اتنين ونص مليون فلسطيني قولي مين تاني بيعمل كده غيرنا ما حد يقول يا جماعة حد طب يكتب لنا على فيسبوك يقول لي الله بص يا يوسف لا 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 ده الدولة الفلانية عملت واحد واثنين وتلاتة واربعة وقول لي كده دخلت كم طن والدولة العلانية تبرعت با مش عارف قد ايه اكتبوا لنا الكلام ده على فيسبوك ما اردتم والله العظيم وقرأها دلوقتي طب انا عندي سؤال هو الاخوان المسلمين والتنظيم الدولي للاخوان عمل ايه لفلسطين لا انا مش بقولك تاريخيا سيبك من التاريخ هعتبره ما حصلش انا بسأل بس احنا من يوم 7 اكتوبر لحد دلوقتي ماذا قدم تنظيم الاخوان الارهابي للقضية الفلسطينية في التسعة وثلاثين يوم دول ماذا قدم لأهالي غزة في التسعة وثلاثين يوم دول